أحداث القصة بلشت سنة 2011 لما كان فيه رجل اسمه ولاء شاب صغير بالعمر قرر أنه يتزوج وأهله دوروله على بنت الحلال لقوله بنت مثل الوردة عمره 14 سنة خطبوه من أهله وأهله وافقوا تم الزواج وعاش ولاء هو وزوجته بعد فترة الله رزقهم بأول صبيه سموه أحمد وبعد كم سنة الله رزقهم بالصبي الثاني سموه موسى بس حياة ولاء وزوجته ما كانت سعيدة أبدا كان فيه مشاكل وخلافات بيناتهم يعني الخلافات بلشت تكبر أكتر وأكتر وصير تراكمات لحد ما زوجته لولاء اللي هي أم أحمد طلبت الطلاق حملت حاله وأخذت ولاده وراحت لعن بيت أهله هذا الحكي أمتى بسنة 2016 يعني وقت كان عمر موسى الصغير 6 شهور المهم راحت وطلبت الطلاق والصراحة زوجها يعني أول شي ما كان بيتطلق كان بيتروك الصلح مطرح فدخلوا ناس ودخلوا جاهات والعشائرة دخلت بس الزوجة كانت مصرة أنه خلاص الحياة بيناتنا يعني شبه مستحيلة صارت ومتل ما دخلنا بالمعروف خلينا نطلع بالمعروف وبالرغم أنه محاولات الصلح استمرت تقريب السنة بس خلاص كلها وصلت لطريق مسدود فتموا الطلاق وطلقوا هلأ محامي الأم بيقول أنه الأم أخذت ولاده وضلوا معا ببيت أهله لسنة 2022 يعني من وقت الطلاق الطلاق تقريبا صار سنة 2017 لسنة 2022 شهر 10 أما الأب بيقول لا نحنا اطلقنا وهي تركت للولاد قاتل ما بدياهم وحملت حالة وراحت وأنا حطيت الولاد عند أمي مشان تربيهم وترعاهم عم قلكن الاتنين شو قالوا يعني الام قالت لا ولادي يضلوا معي للـ 2022 والمحامي تبعه قال نفس الكلام والولد أحمد قال نفس الحديث أما الأب قال لا هي تركت للولاد وراحت عادت ببيت أهله وتطلقنا المهم بغض النظر سنة 2018 يعني بعد سنة من الطلاق الأب قرر أنه يتزوج وكمان حسب أقواره قال بيتزوج مشان أولادي لأنه صغار يعني ولد ما في عمره 4-5 سنين والتاني صغير كتير يعني يا ذوب باللفلافي فرح تزوج فعلا راح وتزوج واحدة اسمه عذراء بس كمان حسب أقواره ولاده ما جابه اللي عند زوجته اللي تزوجها مشان تربيهم خلاهم ببيت أمه برجع بقلكن هو هيك عم يقول الأم ومحامي الأم بيقوله لا الولاد كانوا عندنا عند أمهم يعني قال لا بدأ الأب الأب يشتغل كان منتسب بالأمن وهيك فشغله طويل يعني ممكن يروح يدعوهم أسبوع يرجع فكان عم يشتغل ويحاول أنه يحسن وضعه المعيشي ودلت لكم نزوج هاي عذراء وخلف منها بنت وصبي وبنفس الوقت بدأ يحاول أنه يضبط بيت يعمر بيت كيكون كبير مشان يجمع كل عائلته مع بعض هلأ بدأ بالعمار بعدين إجت الجائحة الوباء عرفته ما غيره فهديت الأمور شوي ومعد قدر يكمل عمار بعدين وقت رجعت مشيت الأمور بعد كم سنة رجع كمل عمار البيت ويكتمل سنة 2022 وفعلا فرشوا وظبطوا وانتقل ولاء هو وزوجته عذراء وبنته وابنه منا على هالبيت وقرر أنه يجيب أولاده ليسكنوا معهم هلأ حسب أقواله هو والدته الله يرحمه توفيت فأخذ الأولاد وجابهم يسكنوا معه بالبيت الجديد ليهن أحمد وموسى أما حسب أقوال الأم ومحام الأم فالولاد من وقت الطلاق كانوا عند الأم لحد سنة 2022 يجي أبوهن وطلب من أمهن أنه أنا بدي شوف أولادي وعادي قارت له تفضل أخذ الأولادة لأيير شو كانت مفكرة بدي أخدون يعمل لهم مشوار يطلعون هيك يشريرون أكلات طيبة ويرجعون بس الأولاد ما رجعوا الأم استنيت وغليان ألبع لأولادة وين أولادي وهلأ بيرجع أولادي بس ما جابون وعرفت أنه الأب أخذ الأولاد وما بدي رجع لياهم علما أنه حسب الأوراق القانونية اللي حكاها المحامي تبع هاي الأمرأة قال أنه هي طلقت يعني عملت مثل خلع وتنازلت عن كل حقوقها سواء مأخر أو نفقة إلا شغلة وحيدة ما تنازلت عنها اللي هي حضانة أولادة فراحت لعند الشرطة واشتكيت وقالت أنه أنا الحاضنة أولادي عندي وإجا زوجي أو طليقي عفوا أخذ الأولاد وما بقى أرجعون وأنا بدي أولادي وراحوا الشرطة لعند الزوج وطلبوا أنه يرجع الأولاد لأمه وهي بالنهاية فاتحة محضر رسمي عند الشرطة فقال لهم ماشي ماشي أنا بتصرف وحمل حاله وراح لعند أم الأولاد وقال لليكي أنت بتعرفيني كتير منيح وهذا حسب أقوالها أنت بتعرفيني كتير منيح وبتعرفي أنه أنا لا بيهمني قانون ولا بتهمني عشائر فأولادي رح يضلوا معي وإذا بدك تطلبيهم أو تعملي أساليب قانونية ولا تدخلي عالة مشان ترجع يتاخدوا الولاد أنا مستعد أطلق طلق على رأس كل واحد فيهم ولا خليكي تاخديهم الأم خافت كتير على أولادها وقالت أنه ممكن يعني هذا خطر يعني ما فيني كتير يمشي فيه يعني ممكن يهدد وينفز التهديد فمن خوف منه بطلت تكمل الإجراءات القانونية مشان تاخد أولاد هاي برجع بقلكن هاي رواية للأم ومحامي الأم وقالوا أنه هني عندهم كل الأوراق القانونية والإثباتات اللي فيها والشهود بنرجع هلأ للأب والولاد اللي هني معو هلأ الولاد كانوا عطول عميبكو وبدون أنه يرجعون لأمون وبدنا أمنا بدنا أمنا بس قالوا خلاص هاي حياتكم رح تكون هون ورح تعيشوا معنا وهاي زوجتي عدراء هي بتعتبر أمكن وبتنادوه لماما وصاروا بقى تحت رعاية زوجة أبوهم بيحكم أنه أبوهم أغلبية وقته بالشغل يعني بيغيب بالأسبوع بينزل كم يوم إجازة بيرجع بيروح أسبوع فهن المسؤولة عنهم زوجة أبوهم وشوفوا زوجة هالأب شو عملت قدي حكي نقصص عن زوجات الأبهات مثل هاي لا لا لسه ما مرأ علينا أبوهم جابهم على هالبيت قعدوا أول يوم تاني يوم حمل حاله وراح على الشغل ويبقى استفردت فيهم هن الولاد عم يبكوا بيضا يروحوا لعند أمهم هن يبكوا هي تضربون هن يبكوا هي تضربون أولادهم متعلقين بأمهم ومثل كل الولاد يعني بيصير رجل ولد شو بفكر إنه أنا إذا عاندت فبركي يعني خلص بيقلوا ليروح عند أمك فصاروا ديناتهم يعاندوا هن يعاندوا وهي تنزل فيهم خبطوا السفق ما خلت عصايا بالبيت ما كسرت على إرسامهم هالتنين يمهم الولد الكبير أحمد اللي عمره 12 سنة قال لحاله إنه هاي شكله ما بتتعاند فخلص بطلي إلا بدي أمي وبيدي روح عند أمي قال بسكوت يعني أحسن ما أكل قتل لأنه كتير يعني ما عنده مزح أبدا الصغير موسى اللي عمره 7 سنين يعني ما عم يفكر بهالطريقة ولده بحاجة أمه وبده أمه فكان يعانده وهي ما خلت وسيلة ممكن يعني تكسر فيها شوكة هالولاد إلا ما عملتها الرائحة عم تضرب فيه جاي عم تضرب فيه هلا بتقولولي طيب وأبوهن ما رجع بعدين وعرف هلا رجع هو بيقول إنه هي كانت تلبسن عطول يعني وخاصة موسى تياب شتوية كم طويل فهو مع كتير يعني ينتبع المهم استمرت الحياة هيك أول فترة بعدين مرة من المرات كان الأب بشغله تصلوا فيه من مدرسة موسى وقالوا له تعا بدنا نشوفك ضروري وفعلا إجا الأب وقالوا نشوفي ليه بعطي وراي قالوا شو ليش بعطي وراي ابنك الدنيا شو بحر رائي والولاد كلهم جايين عالمدرسة اللي لابس نص كم واللي لابس ربع كم واللي لابس لت ربع الكم بالكتير إيه ابنك لا جاي لابس شتوي وميس كم طويل وفوقه جاكيت عم قلوا هلا مشاه هيك بعطي وراي قالوا له جينا رفعنا عنك مام ابنك ولا لقينا كلها دمغات ولبعات وشي لونه أحمر وشي لونه أخضر وشي لونه أصفر وشي بنفسجي واضح إنه الولاد عاكل قتلي كتير وهيك ما بيصير لاب اللون ولا يهمكن أنا بتصرف وأخد ابنه على البيت وقال لزوجته شو هاد هذا كمان حسب كلامه ها قالت له ما دخلني هو ابنك هذا لي الأداب وبيضل بيعاندني وبيضل بتقاتل هو وأخوه أخوه الأكبر منه هو اللي عم يضربه ولا بصدق وزوجته طلعت عليه بالعالي وقالت له الصراحة أنا معني مجبورة ربي لك ولادك يعني وأنا نفسي تتعباني وهو قال له شو بدك نعمل لحتى يعني نمشي المركب لحتى يمشي زواجنا لأنه هو كمان قال حسب أقواله أنه يعني ما بده يخسر زوجته وأم ولاده الاثنين يعني هي زوجته التانية فهي قالت له أنه أنا عندي شرط ليك البيت هذا اللي معمره بتكتب ليه بإسمي أنا الصراحة ما بضمنك وبدي أضمن مستقبلي معك أنت كنت قبل متزوج ومطلق يعني وأنا ما نضمنني حياتي معك فإلا تكرم عينك خلص تضمن حياتك معي بكتب ليك البيت بإسمي وهذا اللي صار كتب للبيت اللي حيلته بإسمه علا الله أعلم هي هيك طلبيت مشان يكون البيت بإسمه ولاده مثلا اللي من زوجته الأولانية ما يطلع لهم شي في حال أبوهن يعني صر له شي ولا عنده أسباب تانية بس هي بكل أحوال كانت إمرأة متسلطة هاي حسب شهادة الجميع وبتحب تمشي اللي براسة كلمتها ما كانت صير تنتين يعني مثلا زوجها بيشتغل بيأخد راتبه اللي هو ما كان يستلمه لأيده الصراحة البطاقة طبع استلام الراتب كانت معه هي تروح ودسحب الراتب وكلمتها ما بتصير تنتين بتمشيها على كل البيت الكبير قبل الصغير وما بتحب حدا لا يعاندها لا يجائرها وفعليا زوجها كان طوع بنانا هلا الله أعلم كان بيحبها كتير ولا كان بده هالمركب يسير متل ما هو بيقول المهم بالمختصر كل شي كان بييده حتى البيت اللي حيلته كتب ليا بي اسمه هلا البيت كان طابقين فوق غرف نوم وتحت قعده ومطبخه وهي الأصص ففوق كان تنام هي وزوجها وولادة ابنه وبنته أما تحت فكان يعني أحمد وموسى بصالة البيت وني كفر شوي نعمه بس كل هالشي ما كان راضية كانت حاطة حطالة هذا موسى الصغير ليش ما بعرف تعذبه تتفنن بتعذيبه ومثلا في عنده كان هاي اللي شو اسمه المعلقة الخشب طبع اللي بيحركوا فيها الأكل بالطنجرة مثل الكفكير بس خشب من كتر ما ضربت الولاد فيها قامت انكسرت فصار طرفها حد يعني صارت هيك بتوخز قامت ما كبتها بعد ما انكسرت حطتها فوق البراد تروح وتجي كل ما شافته لهالولاد تقوم هيك تطعنوا فيها بيئي وين تجي بقى بييده بيبي بيرجله وين من اجت تجي والصراحة أخو أحمد كان يسعل عليه كتير ويدافع عنه بس كمان هي يعني كانت راعبة البيت كله فشو عمل أخو أحمد بده ينقذ أخوه من هالكفكير الخشب قام راح شالهم فوق التلاجة ورمى وراها قال هيك بتضيعوا ما بتعود تقدر توصلوا بركي ما بتضرب أخي فيه تخيلوا الحالة النفسية تبع هالولدين الصغار هلأ أحمد الولد الكبير اللي عمله 12 سنة حسب أقواله بيقول كنت قول لأبي على طول إنه هي عم تضربنا وهي عم تضايقنا بس أبي كان يجي يضربنا معه يعني على حسب أقوال أحمد أبوه كان بيعرف بكل شي عم يصير بس يعني كان يجي مع زوجته على الولاد وما يرد عليهم أبدا ولا يحاور يدافع عنهم وهديك متفرعنة بقى ويا فرعون مين فرعناك ما لقيت حدا يردني راي الحجاية تفشغل حياته بيها الصغير موسى تروح وتيجي تضرب فيه مرة من المرات دفشته وقعته على الباب الباب بلور انكسر ودخل البلور براسه بس عادي يعني ما تفرق معه عادي تقول الولد مشاغب مشان الله ولد عمره سبع سنين قده ممكن يشاغب ليشاغب بقى وكانت عام لقوانين صارمة بالبيت يعني الولاد لازم يناموا على الساعة عشرة وتفيقهم الساعة خمسة الصباح ليش ما بعرف مهم ضل الحال على ما هو عليه لحد ما اجي يوم عشرين خمسة سنة 2023 يوم متى هاي عزراء يعني دقت خلاقه من نفس اساليب الضرب اللي عم تضرب موسى فيه راحت جابت سيجارة وبدأت تحرقه من كل جسمه وتضربه هالمرة زودت العيار كتير فالولاد يعني ما بقى يقدر يتحمل قام حمل حاله كان 19-12 بالليل حمل حاله وهرب من البيت طيب هي شو كانت ردد فعله انا بقلكون عادي مسك التليفون تصلت بزوجة قاتلو هو كان بالشغل قاتلو ليك تعام الدوام ابنك ما نو مبين قالها كيف يعني ما نبين قاتلو ابنك موسى ما نو بالبيت لتلك الولد شائر الارض وطالع ما نو مبين تعشوف ابنك وسكر التليفون وحطت راسه ونامت اجه الاب بتطلع بالبيت عن جد ابنه موسى ما نو موجود قام لأهل الخانم نايمة فيا قائلة وينه الولد وانتي ليش نايمة عادلو كنت نايمة فقت ما لقيته ام ترجعت نمت الموم قام من الاب لا يدور على ابنه طلع صار يدور بالحارة وصل لأخي الحارة ولا لأ ناس متجمعين شو طلعت القصة موسى حمل حاله وطلع من البيت هلأ هو بيقول يعني انه هي اللي عادل المهم طلع من البيت راح هرب في واحد اسمه ابو الفلاف المحل بآخر الحارة راح لعنده فوقت شافه جيتمه كله معبل ابعات ووشه ضربات وقلعت له اضافر والله لا يوفق شو عاملة بهالولاد المهم فقال له شو شو القصة عمه قال له انا هربت من البيت يقلعتني مرتقبي مع بعرف شو هيك 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 القصة وحكاله وعم تضربني وبتضل بتعذبني وبتضل وبتعمل وبتساوي ولتم مجيران يشوفوا شو القصة فوقت شافوا لهالولد بهالحالة فورا اتصلوا بالشرطة واجت الشرطة طبعا هون كان اجا ابو للولاد واجا وبدو ياخد ابنه عروره استنى جاي الشرطة اجت الشرطة قال شو اللي انتو عامل قال له انا ما دخلني انا ماني عامل شي انا كنت بالشغل ودقولي قال الولد هربام من البيت اجيت هلا قالوا روشرف معنا راحوا على البيت مين اللي قاعد بالبيت مع الولد مين اللي عم يضربه وطرعطلن مرت ابو قاطلن هو الولد شأوي وبيضل بتقاتل شي بتقاتل مع رفقاته بالمدرسة شي بتقاتل مع اخوه اخو اخوه هو اللي ضاربه بس هاي يعني الضربات مولا يعني هذا الشي اللي عم تعمليه عمل مانو قانوني ابدا وبيحاسب عليه القانون مشان هيك انتي وابو لازم توقعون لنا تعهد انو هالولد ما بقى تمدوا ايدكن عليه واذا بترجعوا بتضربوه بوردها مناخدكن حتكم بالسجن اتنيناتكن وتتحاكموا وفعلا وقعوا اتنيناتهم على تعهد انو هن ما بقى يمدوا ايدهم على الولد ولا حتى يقزوا انفكرين التعهد رح يردعها لا 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 انا صراح ما شفتوا لحدة وقع تعهد وبعدين التزم في يعني ما عم احكي عن الناس الطبيعيين الاسوية عم احكي عن الناس اللي ما بارف المانو مبشر قاسيت قلكن بعد هالتعهد اللي وقعوا بعد ما شافوا حالة الولد كيف وكيف كله يعني مبين متعرض العنف مانو طبيعي فالأب حسب أقواله كمان شو قال له قال له انه ليكي كله بالقانون القانون انا مع القانون القانون بيقلك لا تضربي لا بقى تضربي هيك بس عادي يعني وبعدين تاني يوم حمل حاله وراح الشغل وترهك ولاده مرة تانية بيدين هالظالم اللي ما بترحم وانا الخانم وتفضط له استنت يعني كم يوم فترة بس لا هيكي عرصة مرأ الموضوع بعدين شوفوا شو عملت اجت الساعة عشرة المسر حفلتها جابت نوسا حطته وجابت بيده سكين وجابت علبة ملح وقامت قاطلوا فتحت امك قام الولد يعني خايف وما قوصة قديك عنصر له يعني كم شهر معه فعرفان يعني قديه هي عم تيجي عليه وما في حدا يساعده المشحر ما في غير حدا عم يحن عليه غير أخو اللي عمله 12 سنة وهذا كمان بيخاف منه يعني المهم قاطلوا فتحت امك فتحت امه صارت تدلق من علبة الملح بيتمه فعمره عم تحط كميات من الملح تقول له بلعه فالولد معه يعني ملح كيف ده يبلعه هيك يجي يطلعه من تمه تقول له إذا بتطلعه من تمك بدي يخنقك وتقول شو تعمل تجيب السكين وتصير تحاول تشرحه من ظهره من تحت كلاوي فالولد من قلم وعم تشرحه بالسكين عم تشرح من قلبه رب يعني مو هيك خدش يقوم يجي يحاول يبلع الملح تلحي نفسه يصير بده يتقيق الولاد تقول له إذا بتطلعه ما بدي بدي يخنقك يجي طلعه ما بييده يعني المعدة رد فعل مو بييد الواحد المهم تقوم تمسكه تخنقه تخنقه ترجع تجرح فيه بها السكين وترجع تحط له علبة الملح بيتمه وتخليه يبلع هالملح غصب اللي عنه الولد يبلع هالملحات وبعد شوي يتقيق ترجع تخنقه وترجع تجرحه وضلت هيك لحد ما غاب عن الوعي وين هني بالمطبخ قامت مسكته وسحبته هيك جرته حطته على جنب على الزاوية لأنه كأنه شي شغلة يعني مشان ما يضايق للخانم بحركتها لأنه ما نبني آدم ولا نولد صغير ولا نروح تصار يحاول يشرب أخو مي بس وضعه لموسى كان سيء جدا يشرب ويرجع يتقيق وعم ينزف كمان من ظهره تصار أخو يحاول أنه قال يمسح له الدمات عنه يروح يجب له هيك خيار ياكله يجب له ما يشربه بس أساسا وضع موسى كان ما نقدران لا يأكل ولا نقدران يعمل شي كان يغيب عن الوعي ويرجع يصحى يحاول يشرب مي بس ما عم يقدر يبلع وطبعا هي ها نسيت لكم شغلة قبل ما تعمل هالعملية كانت عملت له جولة ضرب بالكيبلات الكهرباء فأحمد كان كتير يخاف مرت أبو أبو نظف المكان وهو عم يحاول يساعد أخوه اللي أضل جنب أخوه للساعة خمسة الصبح لحد ما تعب كتير موسى خلاص ونام ما عم يقدر يشرب ولا عم يقدر يتحرك فغفل بأرضه متل ما هو أجت الخانوم ما قلت لكم معاد الفئة الصباح الساعة خمسة الصبح أجيت مسكته مثل ما هو ها مع أنه حملته مسكته وشايفته للولد كيف مسكته هيك سحلته لجنب الدرج مش عملة تشتغل بالمطبخ يعني وصارت تضربه برجليها على جسمه على ظهره على بطنه وتقوله أم 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 حاجة تمثيل أم ما فيك شي والولد معنه قدران يتحرك شو ما في شي وأخو أحمد ما في شي ما في شي هذا واحد ممثل وتضربه ظلت تضرب تضرب فيه لحد ما تعبت بعدين تركت وأحمد ره عاد جنب أخوه شو بده يعمله يعني كمان ثاني ولد يحاول أنه يعمل شي يعني الولد لانه رضيان يشرب بطعه الصحي كتير صعب المهم هلأ أحمد بيقول أنه موسى توفى ساعة تسعة لأنه هو كان جنبه أخوه عميراء ويشوف حرارة ويشوف أنه فيه نبض ولا لا خايف كتير عليه فعد الساعة تسعة قال أنه بطل فيه نبض وما عم يتنفس وعيونه صارت بيضاء راح لعنده قالت عيشوه فيه أخيات له كذاب هادا عم يمثل مشغولة ما كانت فاضية عم تلتب البيت يعني ما حلو يتوسخ البيت وتطبخ الطبخة لأنه كله لازم يكون بوقته فبلتلحق الطبخة عبكير عادي وفضلت ولادة ولعبتهم وكاميرات تنظيف البيت فتقريب الساعة تنتين الظهر أحمد طلع على أخوه ولا شاف النمل والدود جاي عليه عم يأكل منه فقالت عيشوه فيه أخي مشان الله أنه ليكي طلعت ولا قد فعل النمل والدود متجمع عليه قالت له استنى استنى حملت تليفون وطلعت بزوجها قالت له تع ابنك موسى تعاخده على المشفى قال ليش شو صاير للولاد واقع يعني حدا ضاربه شو صاير له قالت له ما صاير له شي أكل كيلو ملح ومدرش شو شبه مرمي المعم يتحرك لا من تم ولا منكم وهم تعاشوا في ابنك فهو الأب ما أنه بيقل له طيب طلبي الإسعاف لبين ما أجي بيقوم هو معه تليفون يطلب الإسعاف يحكي مع أخوه وعمه وخاله وقريب وإي حدا تعاو خدوا الولد إذا ما بدوا يعزبها للخانم تأخذ الولد على المشفى قال لي ما عشي تركيه أنا جاي فالبين بقى ما طلع أخذ إجازة من شغله ووصل كمان كان مضى كم ساعة ووصل دخل على البيت ولا المدام قاعدة عم تتفرج على تلفزيون عادي والولاد الصغار عم يلعبوا عادي طيب وينه الولاد اللي بده أخذ على المشفى قال له روح بتلاقيه جنب الدراج راح ولا ابنه النمل والدود عم ياكل منه قال له شو هاد يا عزراء قاتله خده بسرعة وراي يشغل وقامت يعني فشخت من فوق الولاد مو مرمي جنب الدراج عند باب المطبخ مرقت من فوقه بده تروح على المطبخ مدير شو بده تجيب فالأب بن صدى ما عارف شو بده يعمل قامت تصل بابن عمه قال له طاع ايجا ابن عمه شاف هش شوفه قال له ميت الولاد لا اسعاف ولا شي قال له شو بنا نعمل قال له تصل على الشرطة وهون انتزع مخططة لعزراء لانه هي كانت في فكرة انه زوجة يجي وياخد ابنه وياخده على الاسعاف يعني فلاقت لا انهم اتصلوا بالشرطة واتصلوا بالاسعاف واتصلوا بالقرايبين وتعبل بيتنا عس الشرطة وقت شافته الولاد نازف من ظهره عادة غير فلاقه في شق بنص راسه الله أعلم قديم ولا جديد غير الولاد ميت واضح من ته وصر له زمان مخشب يعني ويطصت ورق اما قاعده وياها عمي تاير والمهم اجوا الشرطة شو قال لهم انا اجي ايتك دقتلي قال الولاد اكل كيلو ملح شو اكل كيلو ملح والشغلة ما في ورد بيأكل كيلو ملح منه لحاله وتاني شغلة هاي العلامات اللي مغطية جسمه الواضحة شو هاي قامت طلعت قاطلوا وقع وقع منعد درج شو وقع منعد درج وهي العلامات مو وقع عددرج وقعت الدرج بتبين يعني والسكاكين كمان وقع عددرج قاطلون ها هادا اخوه احمد هو اللي ضربه بيضربه وراحة مسكت احمد وفهمته انه بتقول انه انا اللي ضربته فهادك احمد يا حرام وبيخاف منه يجل عند الشرطة قال لهم ايه انا اللي ضربته لاخي قالوا له كيف ضربته قال لهم ضربته هيك ضربته هون وضربته هون ايه اثار الخنق اللي على الرقبة الاصابع الخمسة واضحة واضح انه الولاد في حدا خانه وجرحه بالسكين وضاربه يعني مو اخو واضح انه في حدا كبير وبعدين حتى لو اخو يعني الشرطة هيك بوقتها فكروا الشخص الوحيد الراشد المفروض الواعي بهالبيت هو انتي وينك انتي يا خانهم قالت لهم انا ما دخلني ما صدقوه اخدوه وحققوه معه وخاصة في بلاغ سابق بحقه واتمضين على تعهد للخانم فمسكوه وتحقيق قامت اعترفت وحكيت كل شي حكيت نفس اللي حكيت لكم يا انه ما حبت هالولد ابدا ومن وقت ما اجه هو واخوه كانت عم تضربهم بس اخوه يعني ها بلش صار يسمع الكلمة هذا ما كان يسمع كلمتها بده امه بده امه فصارت تضربه وصلت تزيده ما بحرف شكلك عم تستمتع يعني انه هي عم تعذب فيه لانه مو معقول مو ابو كف وكفين يعني حتى كف ما بصير الواحد يضرب بس يعني عم لكم موصل لمرحلة تقليع لأضافر لقوا منين خاطرت الله فكرة هاي اكل الملح هلأ لقلكم شو اكل الملح اكل الملح شو بيعمل وقت بتزيد نسبة الملح بالدم فالجسم بصير بيتخلص من السوائل هلا هو بده يعوضها لا يتخلص من الملح ما عم يعوضها ما عم يقدر الولاد عم يأكل كمية كتير كبيرة من الملح واساسا يعني وصل لمرحلة انه ما عم يقدر يشرب ماء فالدم بصير بتخثر واساسا ممكن يسبب باحتشاء بعضلة القلب هلا اقوله لسه تقرير الطب الشرعي ما طلع يعني سبب المباشرة للوفاة لسه ما طلع وشوفوا مع مؤابلة وهي عم تحكي وكيف عزبته وكيف ضربته بالزاز وكيف ضربته بالما بعرف شو وكيف بماسكة السكين وعم تحكي عادي عادي يعني كأنه عم تحكي كيف راحت عملت صبحية عن جارتهم فوقت سألوه وقالوله طيب ليش شو تدافع فقالت له والله يعني معنو ابني أنا ما بحبه وشغلة الثانية كان يعزبني ما كان يسمع الكلام ما بعرف بهالقصة ما يمن اللوم لللوم هاي يعني عدد التصرف اللي تصرفته معنو تصرف بشري فما رح نناقش الموضوع بس أبو للولاد اللي كمان حضرت مقابل معه عم يحكي لا وانو أنا مظلوم وهي الحق عليها معنو أول شي كان عم يدافع عنها وقال انو هو ابني أحمد هو اللي ضرب أخوه بس بعدين وقت اعترفت صار يقول لا بدي حقي وخلي القانون ياخد مجرى يعني وانو أنا شو أعمل وما كان بدي أخره ببيتي وانا هلأ أخسرت كل عائلتي ابني أحمد رح يعيش مع أمه ولي منه هدول أولاد صغار وظليت بلا زوجة وبلا شي هو أتسأله طيب ما شفت انو ابنك عم يأكل قتل هلأتلكون أحمد قال أبي كان يعرف وكان يضربنا معه يعني ما كان يدخل يعني كأنو هي كانت ممشيته بس الأب قال لا أنا يعني ما كنتشوف كانت لبسه كم طويل فما كنتشوف يعني آثار الضرب بس إذا يعني وقت المدرسة نادوني ولا الشرطة قالت لي إنو أخوه اللي يضربه أو هي يعني ضربته عادلة ربي ما كتير أخدوا عطب الموضوع على هو لأنه كان عم يشتغل مشان يجبلون مصاري لحتى يعيشوا بس ما بعرف انتو شو رأيكون كمان هذا بيرأي مانو تبريره إذا عم تشتغل ما عم ترجع على البيت بالنهاية حتى لو عم تجي كل أسبوع مرة ما عم تعود ما عم تشوف طيب معقولة جيران يشوفوا ابنك بهالحالة ويتصلوا بالشرطة وإنت ما تاخذ أي إجراء إلا لك القانون أنا مع القانون والقانون من وقعوك يتعهدها يعني بقى أنت تصرفي هلأ كمان ليش حتى تحطه الولد بالذات الله أعلم هلأ هو يمكن لأنه هو الصغير وما كان يسمع كلمة طرح كتير إشاعات على الموضوع شي إنو الولد شاف شي ما لازم يشوفه ما يسمع كلمتها وإلف كلام وكلام طلع بس هي حسب أقوالها إنو لأنه ما بيسمع الكلمة ولأنه ما ابنه ومعنا مضطرة ربي وما بتحبه طيب ليه أخدته من أمه هلأ الأم بتقول أخدهم مني وأنا الحضاني ما أنا متنازلة عنها وهددني لا بيقول لا هي تركت الولاد ومشيت بس برجع بقلكم محامي الأم طلع مبارح وقال لا الأم أنا متنازلة أبدا وبشهادة أهلة كلهم الولاد كانوا عندها النهاية هي عزراء يعني اعترفت بس يس المحاكمة ما بدأت نتيجة الحكم واضحة يعني يا إعدام يا بأسوأ الأحوال مؤبد بس ركوكم عن الإعدام والمؤبد يعني أنتوا عم بتقدروا تخيلوا هلولاد أديه عانا يعني اللي شافوا عن جد يعني ناس كبار ما بيتحملوه والله الإعدام إلا رحمة مقارنة باللي عملته به الولاد جربوا يحطولها مو كيلو ملح معلقتين ملح بيتمها بتستحمل يا رب يا رب بيشوفي ناس بلق قلب عن جد وكلما سمعنا قصة منقولها هاي أفضع قصة سمعناها من لا لسه في أفضع منها